شكراً نادين شو بك يا سلماء؟ ليس صراح حاجة هي؟ ليش معم تتفرجي؟ مو عاجبك المسلسل يعني؟ أنا مسلسل؟ هاد يني بالتلفزيون؟ ليش هاد تلفزيون هاد؟ معك حق تطمسخر شو على بالك؟ لا أنت اليوم مو على بعضك أبداً ليش قيمتك أنت على بعضي؟ طب ايه ليلي؟ عم يجعك شي؟ لا طمر مزعوجة من شي؟ كل ما هنالك أني ماني طيقة هالعيشة ليش شبه هالعيشة؟ يعني شو نقصنا عن بقية الخلق والعالم؟ والله ما بعرف، هيصرنا عشر سنين متجوزين ولسنا بما طرحنا، لا رحنا ولا انطرحنا بيتنا مغم، لا بيشوف الشمس ولا الضوء ولا الهواء لفزيوننا أبيض وأسود من ستي وآنست برادنا 12 أدم وبابه مخلوق غسالتنا أنتيكة وبدأ أستدع لتشتغل طقم كنباياتنا مزري وأكل عليه دهر وشرب الصوفاية حضران الحرب العالمية وضت نومنا نحاس وتخته رفاس بقى مين عاد حوا هيكا ركيب ببيته؟ بس فهمني يا ستي معك حق بيالي حكيتي بس أنا هاي إمكانياتي ما بيطع بإيدي أكتر من هيك؟ شو بدي يساوي يعني؟ وأنت بتعرف البير وغطار؟ بقى ليش حتى توشعي راسك؟ ولك يضرب هالبير ويضرب غطار؟ أنا صحيح تجوزتك موظفوا على إدحالك بس على أمل تنفرج معك وتتحسن أحوالك مو تضل متل ما أنت طول عمرك يا ستي وما تحسنت أحوالي؟ شو أعمل يعني؟ شو تعمل؟ لح لح شوي دبر راسك متل ما هالناس مع ما تدبر راسك اشتغل وظيفة تانية بعد الظهر؟ ما بقدر اشتغل وظيفة تانية؟ شو نسيتي إنه أنا تحري؟ عنصر أمن؟ ووقتي كل ياتهم فرغ لها الشغلة؟ تحري ما تحري أنا ما دخلني أنا بدي تجددلي عفش البيت كله حاشتي بقى مدفونة بالحياة لا هم؟ ومضروبة بحجر كبير وكلهم بيقلولي ميالك؟ جوزك بيشتغل بالأمن والجنائية والشرطة السرية وكل فكرهم إنه راتبك من فوق ثلاثين ألف يعني صيت على الفاضي فعلا يا سلمة صاير الحكي معك بيهز البدن بس الحق عليه أنا يلي عم باخده بعطي معي لوين رايين؟ وابدي روح يعني رايح اندفز هنام واصلا هذا اللي شاطر فيه انت يا غسان؟ شايفك مهموم مكدر؟ خليه لا الله يا سيدي من أهري صوتي ما عم يطلع شو متخاني مع مرتب؟ يعني نصخناه لساتة عم بتناه؟ لساتة سيدي يعني طالما عنده لسان فليش لحد تتبطلناه؟ اي بسيطة غسان كل النسوان هيك يعني شو مرت يا حسان؟ اي قل عنوى دقرة به بشي بنا نعمل؟ مو طالع بيدنا شي الله يوفقك يا حضرت المساعد بركي يعني هيك بتدبرو لنا شي مهمة نلحص أصبعتنا من وراها ونسكت هالمرة تكره معينك على فكرة سياد العميد طالب مني ينصر لمهمة حساسة كتير ومنع الرأي حسن منك كتل خيرك يا حضرت المساعد كتل خيرك المهمة يا غسان دقيقة وحساسة كتير والمساعد حكمت رشحك لها لأنك على هوى مقال أقدر واحد عنا على التنفيذة ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم سيدي اللي نشوف؟ مور سيدي انت بتعرف تنكر؟ شغلتي وعملتي هي تنكر يا سيدي يعني نفذت مهمات تنكرية قبل هالمره؟ نعم سيدي نفذت كتير متل شو؟ السنة الماضية مثلا سيدي تصلت واحد سرسري على وفد اسباني سياحي عملت حالي ان الوفد الاسباني سائح أجنبي وانخلطت مع الوفد السياحي وصرت اجي وروح معهم كأني واحد منهم يعني تعرف تحكي اسباني؟ سيدي كندبر حالي هاتشوف قللي متل شو؟ يعني مثلا كنت رحب فيون وقللون خاوريثيو أندر كوراسوني أنجليسيا بوثرة تخوسي أثابلاثارس لياسيا سكنزاليس بحيا هناک بحيا سيدي إذا بتشوفه ما بتحزن عنه إلا اسباني أباً عن جد حلو حلو كتير وشو عملت كمان؟ مرة سيدي لما كنت بالفرع الخارجية أعملت حالي بياع سيژات إيراني حملت كم سيژات وانزلت ع السد زينب لمراقبة عصابة التهريبهاة سار وقفت بيناتهم وما حدا انتبه عليه قرب يومتها مني رئيس العصابة وسألني عن السجاد امتلت له بالإيراني يا سيدي بازار سجاداتي بساطة أنا نارجي تبريس شهنائي أسلم بيعا جاني صنعتي كمان حلو وبغيره ومرة عملت حالي يا سيدي شوفيره على خط بلودان صرت أحكي بلوداني يقرب الواحد منهم ويسألني بقديش تطلب عبلودان؟ قل له ب300 وارق مش كتار لو وقلك متوفيش وبقال من هاك بدنا ميت ورقة مزوت طيب ماشي الحيل طلع أبو إيش برا الزغرة أبو عرب عشت الأسامي وبمرة يا سيدي عملت بويجي ووقفت بسول حمدية عاجي عاجي خلاص خلاص سداتك قل لي لشوف شاطر بالمراقبة؟ عفوا سيدي المراقبة شغلتي الرئيسية سيدي غسان عمل دورات كتير بالمراقبة ودورات آنية لتعليم اللغات وين عملت دورات يا غسان؟ سيدي نعمل الدورة بطرق المراقبة عن بعد بالفرع الخاص ودورة بالمراقبة عن قرب بفرع التمويه ودورة بالتجسس الصوتي بفرع التنصوت هذا طبعا غير دورات الخاطفة والماحقة والسابقة واللاحقة وقتال الشوارع والقفز على الحواجز والموانع سيدي عظيم كتير هيدا المطلوب امسك لي الورقة وشوف لي العنوان شفته؟ شفته سيدي حفظته منيح؟ بصم يا سيدي عال تاخذ لي الصورة وتخليها معك بتراقب لي صاحبة مراقبة دقيقة ليلا نهارا وبتسجلي تقرير يومي بكل تحركاته حاضر سيدي بدي ياك تلزق جنب بنايته لزق وما تغادر اطلاقا وبتكون متنكر طبعا أمرك سيدي بشو بتمرو اتنكر؟ من رأيي تعمل شحاد بتعرف؟ ولو سيدي لشحادة قهوة نشي عليه من بكرة بتلاقوني عم بشحد على بابه صرف أمرك سيدي وسعلك حكمت نعم سيدي تعرف مور سيدي بغني لا وبدأ إلا وغير بحبك ما بإلا حتى راسي من فوق إدام العالم مرحبا سلمة ولي؟ شو هات من أنت؟ لا تخافي لا تخافي لا تخافي خسان شو بقي؟ خسان وليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ متنكر؟ ليش عندك حفلة تنكرية؟ لا محفلة تنكرية بس أنا عندي مهمة أمنية ولازم لها تنكر وما عجبك إلا كسم الشحاد؟ هذا اللي كان ما قصنا والله ولك يا سلمة هاي من مقتضيات المهمة المكلفية أنا لازم أعمل شحاد وشو طبيعت هالمهمة بقى؟ لا هيك عم تخرجيني هاي أسرار وما عندي صلاحية في شيء أبدا هيك لك أصلا وينك؟ شويتاني رح نشحد بس أنت عم تسبق الوقت هلأ شلونك اسمي؟ زابط؟ باين عليه شحاد؟ ايه طمّة مبين عليك شحاد من دون ما تتنكر يعني ما كان في داعي تعزب حالك هلأ ما رح نخلص من هالموشحات تبعيك؟ بخشتيني أداني سلمة هلأ لو رح تتدور على شغل إضافي مو أحسنها لولدني؟ هلأ هي ولدني هاي ليكوا تاني على التفكير؟ ولكن مهمة رسمية عم قدي أنا ما عم إلعاب؟ واجب وطني هاد؟ بعدين الشغلة مو بلاش يعني فيها مكافأة محرزة قديش يعني؟ يعني ش هي ثلاثمائة وراء؟ باليوم؟ لا أنت تانية باليوم؟ ايش وعن بشتغل بسوق الهال أنا؟ ثلاثمائة وراء عن المهمة كلها عن ثلاثيام يعني؟ هم؟ يعني ميت ليرة باليوم؟ هيك شي؟ ايه؟ بتتهنى إن شاء الله ما حرزة تتبهدل كل هالبهدلة مشان ميت ليرة؟ ومين قالك عم بتبهدل مشان المصاري؟ هادا واجب وطني دعاني الوطن فلبيته فصغعش بتفكيرك محدود مو أخد عائلك إلا المصاري بدك شي من السوق؟ لا سلامتك ما بدي شي حسني يا محسنين حسني بعشر أمثال يوم الدين الاتقال على الله الله يشبر خاطره اللي بيشبر يا رب تقال على الله تقال على الله الله يشبر خاطره يشبر يا رب تقال على الله لحسني بعشر أمثال يوم الدين لحسني بعشر أمثال يوم الدين يا محسنين حسني بعشر أمثال يوم الدين الله يشبر خاطره الله يشبر خاطره يا محسنين الله يخذيك شعبك الله يخذيك شعبك يا صبية الله يشبر خاطره يا أمثال يوم الدين يا أمثال يوم الدين يا محسنين يا رسول الله الله يا سندي أنت بعد الله فاخذ بيدي يا رسول الله يا سندي نيا لك يا فاعل خير عند الله نيا لك نيا لك نيا لك يا فاعل خير عند الله نيا لك الله يا ربي يا ربي يا عالم حالي ربي رحمني يا ربي ورزو أهلي وعيالي ربي يا ربي يا ربي يا عالم حالي ربي رزيني يا ربي ورزو أهلي وعيالي ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي ربي رزقني يا ربي ورزق أهلي وعيالي ربي منين الأخ زميلك بالفرع الخاص بيعطيك العافية أهلين وسهلين شرفنا الله يعافيك عم يعطوكن حوافز يا ترى والله مو دائما وين بتشتغل هلا أنت نيك بديك الحارة عمرأي بالفران بيعطيك العافية الله يعافيك أهلين وسهلين لا والله ما بتدفع علينا رفيق شكرا أهلين حزري قديش طلعت اليوم ليش مو ميت ليرة رح يعطوك باليوم ما عم بحكي عن هدول احزري قديش طلعت من الشحادي ليش عم تشحد عن جد لكن عن مزاق يعني البصاري اللي عم يعطوك ياها الناس إلك إلك ولا بدك تسلمهم بآخر نهار لا أستي إلي إلي شو هلحكي وقديش طلعت اليوم حزري ميتين ليرة ميتين ليرة إرديهم على جوعتك أكتر أكتر ميتين وخمسين سلمة يا رطيف شو صاير خيالك محدود قديش طلعت لكان يا ستي طلعت ألف وخمسمية ليرة قديش ألف وخمسمية ليرة يعني أضنص راتبي وشو عملت بالمصاري أخط مية لشبرأتي وتركتلي كل باقي تفضلي هيك ها تلحلح من الأول وجبنا مصاري والله بحرزين والله منيحاش شغلي يترك اليوم هيك شو بيعرفني لسه ما جربت قل لي يوم واحد لأ ومن حسن حظي إجت وقفتي بشارع كابري كتير يعني أقل واحد بيدفع خمسة وعشرين ليرة إذا على هالحالة ثلاثة أيام ضرب ألف وخمسمية بيطلعوا أربعة ألف وخمسمية والله بحرزين وهناك غسام ما فيك تمط المهمة كم يوم زيادة مط المط معي بعدين شغلي مو بيدي شو في عنا عشاخ يا تكرم عينك هلأ بحطلك أحلى عشا قرر صبي يا ولد طلع تيدو هالنابط أعطيك لعافية الله يعافيك أعطينا صح الفول إذا بسريت خد أعطيك لعافية خد مالي شي ما بدي بصاري انت دعي لنا وبس الله يرضى عليك روح روح إلهي يقلب فولك يا قوت أمي تذهب بريس يا حق الله يكتر المحسنين أمثالك سيد العميد احترامي لقص راح تفضحنا همين الحالك باتعرفني أمرك سيدي بلاي سيدي خد زهرام شلون الشغل كله تمام سيدي لكان وين التقرير اليومي أكرب كتبه سيدي انتبه ها بدي تقرير مفصل لا تنسى لا شاردة ولا واردة حاضر سيدي يلا زهرام صحنا الفول ورولة محل لك أمرك سيدي مافي مرأة سيدي ولكن قلع من خلقتي أحسن ما غطسك من الحل ها هوا يلا تحرك حاضر حاضر أمرك تحرك صحبي برداد كلاوي 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 نابل نبات عزني يا عبد 20 عزني بعشو عبد سالة يوم في 30 أبدا أصرفها 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 تعيننا أينيك روح روح اللهم اللهم أحسن سوابه وخفف عنه عذابه واجعل من السندس الأخضر ثيابه ومن التمر الهندي لمتلى الشرابه وحشره اللهم حشره مع أوليائك الصالحين وعبادك المؤمنين يا ذب العالمين اتكال على الله الله يجبر بخاطر واللي بيجبر يا رب اعطوني من ما لالله عطوني اعطوني يا معسنين اعطوني من ما لالله عطوني اعطوني يا معسنين وانا وانا لو عم بشهاد وانا وانا لو عم بشهاد وربي بادي اسمه حبيب المساكين اعطوني من ما لالله عطوني اعطوني يا معسنين وانا وانا لو عم بشهاد ربي بعدي اسمه وحبيبي المساكين عطوني من مال العطب جوال عملي صعبه؟ طلار؟ نعم شكراً لك شكراً لك في الله نؤمن في الله نؤمن في الله نؤمن يا الله أرجوك أرجوكه إلى العرب موسيقى موسيقى شو قصة للمساعد ثبعك يا مساعد حكمة؟ لهلأ ما طالب من ناشي؟ وأنا رحب نفسي على الشارع وشفته عملي تسكع وشترى من عندي فول من عندكم سيدي؟ المهم، المهم شو قصته؟ والله ما بعرف يا سيدنا ليكون عم يلعب وأخذ شغلي ينجل إيه؟ بالعكس غسام ما فيه بالعادة يعمل هيك غسام من أكفاء العناصر عندي ازيل حقه وشوف لي شو قصته حاضر سيدي موسيقى المحطة المنزل موسيقى أهليين وسهلين ماذا تموا لدي؟ ما تعرفنا أخي ؟ أنا من فرع التنصت من عند أبو راتب، أمان خاص أهليهم سهلين ومرحبتين أحلى شباب بفرع التنصت أهله وسهله والله والزملاء أنا من حكم العدالة، من عند الرأي دي الشام أمان جيناهين أنا من مكتب الثاني مهمة فوق العادة فستو سوداني فستو عبيد قرب على الفستو فستو سوداني فستو سوداني بالإذن شباب السلام قرب على الفستو العبيد احترامي سيدي شو غسان؟ شايفك قاعد ومبرد قلبك شو قصتك؟ كنت عم بتغتر سيدي لكن التقرير ليش ما كتبته؟ سيادة العميد ضايج كتير ومتزاول منك كنت عم بشمع معلومات سيدي خلص خلص اليوم بكتبه إن شاء الله شوف غسان إذا بكرة ما كانت تقرير على مكتبي ما تلوم إلا نفسك فهمت؟ حاضر سيدي فستو عبيد قرب على الفستو العبيد طيب ما تكتب لون التقرير شو مستني؟ أنو تقرير ها تصدقيني ما فضيت لأي شغلة؟ يو بايش بقى شو ملتهي؟ بايش يعني ملتهي بش حادة بالعملة؟ وبيني وبينك انسيت الظلمة اللي لازم راقبه ومنعين أصله طيب شو دك تقول بكرة سيادة العميد؟ شو بدي يقول له يعني؟ راح حاول ماطل بكي بيمددولي المهمة كم يوم تانيات؟ إن شاء الله يا رب بيمددولك يا عشي شهر زمان آمين يا أرحم الراحمين يا رب ادخل احترام السيدي الله لا كان جابك؟ يعني ما قول نركض أنا و سيادة العميد وراك؟ لنزكلك بواجبك؟ بس أنا يا سيدي بس بس ما بدي اسمع منك أي مبررات انت فعلا سواتك الوشي الدم سيادة العميد وهي راح تكون نقطة صعودة من بطاك وما راح تمر هيك أبدا هاتشوف عاطيني تقليم ليدك فضل شو هاد؟ استقالتي سيدي استقالتك؟ لك شو جنيت انت؟ بالعكس يا سيدي قول عقلت لك يا بني آدم بعدناك لابتراقب إنسان مشبوه بترجع وحملي استقالتك بيدك لك شو اللصاي؟ بعدين تعال الله كل اللي بايالك أربع سنين تطلع تقاعد بشكل رسمي وقانوني لك معقول تضيع كل سنين خدمتك بقرار غبي مثل هات؟ ما عليش سيدي أنا مساعد اتنازل عن كل سنين خدمتي وما علي مستعد انتظر أربع سنين تانيات لحتى أطلع تقاعد قل لي لأشوف حدا اتصل فيك أو اتصلت بي حدا بيالكميون؟ أبداً يا سيدي مع مين بدي يتصل؟ طي فهمني شو السبب؟ ليش بدك تستقيل؟ بصراحة يا سيدي أنا قررت استقيل حتى أتفرغ لأعمالي الخاصة وشو الأعمال الخاصة؟ أعمال خاصة سيدي لسه بقل لي أعمال خاصة؟ لك شو شنيت انت؟ أنا بكون جنيت إذا ما استقلت بتعرفوا يا سيدي أنه بها ثلاث ايام مش عادة طلعت خمسة هلاف ليرة؟ يعني أكتر من معاشي بألف؟ شو الحكي؟ خمسة هلاف ليرة بثلاث ايام؟ محقول؟ الله وكيلك يا سيدي والشغل هيك على طول؟ طبعاً سيدي وهذا لسه ما حكينا عن الموازم والأعياد يعني قديش بتطالع بالشهر؟ هاي بترجع لزك الشحاد وحسن تقديره وأسلوبه يعني إذا عارف الواحد كيف وين وإيمتى ومن مين يشحاد؟ يمكن يلحق أربعين أو خمسين ألف ليرة بالشهر؟ متأكد؟ طبعاً متأكد أصبح ها؟ وهي مع الموافقة وهي توقيعين لور يا حسندي؟ راي أموقع لك يا من سيادة العميد غسان؟ نعم اللي لأشوفه يا ترى ها؟ من مال الله يا محسني وعلى الله يا عالم بحوالي من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله من مال الله يا محسني يا الله يا منان ويا حنان الرزق على الله من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله من مال الله يا محسني وعلى الله أشرك يا هالغالي من مال الله يا محسنين يا رزاق يا منان الرزق على الله